اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة عشر لاتحاد مجالس الدول العضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والتي عقدت في مدينة واقادوغو بجمهورية بوركينفاسو الصديقة وشارك الوفد في اجتماعات عدد من اللجان الدائمة في الاتحاد واكد على ما حققته مملكة البحرين من نجاحات وانجازات على مستوى التنمية المستدامة مبينا الوفد التقدم الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات واوضح وفد الشعبة البرلمانية ان اعلان واقادوغو الذي صدر في ختام اعمال الدورة الخامس عشر لمؤتمر الاتحاد اكد على عدد من القضايا ومن ابرزها التمسك بالمبادئ الاساسية لمنظمة التعاون الاسلامي وخاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السلامة الاقليمية للدول وسيادتها وكذلك التسوية السلمية للخلافات عن طريق الحوار وذكر الوفد وفد الشعبة البرلمانية ان الاعلان شدد على مسئولية المجتمع الدولي في حل النزاع في الشرق الاوسط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني اساسا من ممارسة كافة حقوقه المشروعة من جهة واقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس من جهة اخرى وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واوضح الوفد ان الاعلان اكد على ادانة كافة اشكال العنف والارهاب والتطرف التي تشهدها عدد من الدول الاسلامية دعيا الى تكثيف الجهود الدولية لمكافحتها والعمل على احلال السلام والاستقرار بمختلف الدول واشار الوفد الى ان الرؤساء واعضاء البرلمانات المشاركة في المؤتمر توافقوا على اهمية الديمقراطية وسيادة القانون في تعزيز التنمية وحماية حقوق الانسان وضمان احترامها ترجمة نانسي قنقر